موسيقى مززون ليهم الأنباء من يمن شباب أهلا بكم والبداية سياسيا حيث قال المبعوث الأممي اليمن مارتين جريفث قال إنه سيقدم خطة إطار المفاوضات بين الأطراف اليمنية لإحلال السلام في اليمن خلال شهرين مؤكدا أن الحل السياسي لا يزال ممكنا وأوضح في أول إحاطة له في مجلس الأمن في جلسته المخصصة بشأن اليمن اليوم الثلاثاء أن زيارته الأولى لليمن بعد توليه مهامه مطلع مارس الماضي مكنته من الالتقاء بطيف واسع من القيادات اليمنية في الشرعية والإنقلابيين الحوثيين منعت قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات وقال توزير التربية والتعليم في اليمن عبدالله لملس من الوصول إلى مدينة المكلة وقال وزير لملس في صفحته بالفيسبوك إن قوات النخبة اعترضت موكبه ثلاث مرات وهو في طريقه من عدن إلى المكلة وأضف أنه اضطر إلى العودة إلى عدن عقب اعتراض موكبه في نقطة عرفة حيث تم توقيفه للمرة الثانية في مدخل عين بامعبد ومرة ثالثة في وسط مدينة عين بامعبد اعترضت منظومة الباتريوت التابعة للتحالف العربية صاروخاً باليستي أن أزرقته ميليشيات الحوثي على مدينة الخوخة الساحلية في محافظة الحديدة وقال مصدر عسكري ليمن شباب إن الباتريوت اعترض الصاروخ فوق سماء الخوخة ودمره دون وقوع أي أضرار ميدانياً سيطرت قوات الجيش على ثلاثة مواقع عسكرية استراتيجية إثر معارك خاضتها ضد ميليشيات الحوثي في محافظة البيضاء وقال عقيد مصعد الصلاحي مدر عام مدرية ناطع إن قوات الجيش شنت عملية هجومية ضد الحوثيين في مدرية الملاجم المجاورة لناطع سيطرت على مواقع لبان وشعب الذيب والفقرة والمطلة على معسكر فضحة الاستراتيجية قتل سبعة عشر حوثي بينهم قيادي في مواجهات مع قوات الجيش في مدرية المصلوب وحام في محافظة الجوف وقال مصدر عسكري إن مواجهات عنيفة دلعت بين قوات الجيش الوطني والميليشيات في جهتي أو جبهتي الساقية والسلان في مدرية المصلوب وأسفرت عن مقتل سبعة حوثيين بينهم القيادي صادق الحاج بالنسعة وإصابة آخرين فيما قتل عشرة من مسلحي الحوثي وأصيب آخرون في مواجهات مع قوات الجيش في مدرية حام استشهد ستة مواطنين بغرة شنها الطيران على مدرية حيس في محافظة الحديدة وأوضح مصدر المحلين الطيران استدفى منزلا في منطقة الحائط في مدرية حيس ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين من أفراد الأسرة استشهد مدني وأصيب ثلاثة آخرون بينهم امرأتان في عمليات قنص نفذتها ميليشيات الحوثي في مدرية التعزية شمال تعز وقالت مصادر ميدانين الميليشيات المتمركزة في جبل العكد والحصن تواصل استهداف أهالي وسكان منطقة الحيمة بمختلف الأسلحة قال المدير التنفيذي لمؤسسة رعاية تنموية عصام التميمي قال إن الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي الإيرانية على محافظة تعز أسفرت عن استشهاد أكثر من خمسة ألاف وستمائة من المدنيين والجيش الوطني والمقاومات الشعبية خلال ثلاث سنوات وأضف في تصريح إن من بين الشهداء عدد كبير من الأطفال والنساء استشهدوا في عمليات قنص وقذائف وألغام زرعتها الميليشيات في الطرقات والأحياء السكنية اتهمت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية ميليشيات الحوثي الإيرانية بالتسبب في وفاة مائة وخمسة وعشرين مختطفا تحت التعذيب في السجون الخاضعة لسيطرتها وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية ماجد فضائل إن الميليشيات خطفت من ضو انقلابها على الحكومة الشرعية أكثر من سبعة عشر ألف مختطف بينهم ألفان وأربعمائة تعرضوا لحالة تعذيب ومائة وخمسة وعشرون قتلوا بسبب التعذيب استنكر اتحاد الطلاب اليمنيين في الهند حملة تقودها عناصر مجهولة ضد القنصر العام في مومباي فؤاد مهيوب وتاقيمه الدبلوماسي واتهامات له بالوقوف ورأى عمليات لتهريب القاتل وتسهيل وصوله إلى الهند وأعنى اتحاد الطلاب في أورنجاباد تضامنه مع القنصر والبعثة ضد تلك الحملة التي يقوم بها مجهولون على منصات التواصل الاجتماعي أقامت وزارة العدل مباراة لكرة القدم بين فريقي المحاكم والنيابات انتهت بفوز فريق المحاكم بأربعة أهداف مقابل هدف واحد قال وكيل وزارة العدل القاضي عبدالحكيم أو عبدالكريم بعباد إن الهدف من الفعالية الرياضية تجديد النفسية الموظفية سلطة القضائية وذلك ليعود للعمل بهمة عالية لبدل مزيد من الجهود وأشار رئيس محكمة السئناف عدن فهيم عبدالله إن الفعالية جاءت عقب جهود حثيثة بذلتها وزارة العدل في تطويع العراقيل وعودة العمل في سلطة القضاء إذن هذا مردينا حتى الساعة ألقاكم في تمام التاسعة فيمان الله اشتركوا في القناة